توقعات السبت الموافق 1 أبريل 1 نسان 2023 بالنسبة لك النهار ده هيكون محتمل انك تفضل تبقى طول اليوم السبت في البيض بشكل مريح اكتر هتحتاج تركز بس على مهمات كتيرة تعتبر مش منجزة في الفترة اللي فاتت خاصة خلال الاسبوع اللي فات عندك واجبات كتير جدا في اسرتك النهار ده بشكل عام هيكون يوم مناسب لو حبيت تناقش اي حل مختلف بالنسبة لك لمسألة مهنية كبيرة جدا في اليوم ده عندك تجارب مهمة في يوم السبت انت مستعد لها بشكل كبير هيكون عندك تجربة غريبة بتحمل النهار ده رسالة مهمة جدا ليك في اليوم لازم تفهمها بشكل كبير وتوصل لي التفاصيل المهمة على مر اليوم في النهار ده خطط كتير في افكار واضحة جدا فما تديش فرصة للمشاكل انها توجهك في اليوم ده باتجاه خلافات كتير جدا تعتبر جد قديمة ومغملة انت النهار ده مش بحاجة انك تزيد توترك حاولته ده اكتر الحياة قدامك فيها راحة كاملة جدا حاولت انك تستمتع بيها وتقضي يومك مع اسرتك بشكل افضل بالنسبة ليك في منقشة في انخراط في موضوع اسري مهمة جدا في اليوم ده هتبقى انت جاهز بشكل كبير وهتبقى هادي نسبيا فيه عندك نظرة واضحة جدا على كل حياتك وتفاصيلها اللي كانت بتضايقك في الفترة اللي فاتت وهتبتدي تبقى قليلة اكتر في الفترة دي هتبتدي تتفاعل مع كل الاشخاص القريبين منك والبعيدين عنك هتبقى عندك استقرار العاطفي والاسري في اليوم ده في كتير منكم عارفوا يستقروا فيه شهر مارس بشكل كبير وهيبتدوا تكيفوا مع الاوضاع فيه 2023 وفيه ناس لسه بيمر بشوية هدوء فيه الشهر ده اللي بيعتبر مش مستقرين لسه فيه فيه قلق مش متوقع بالنسبة لينا ممكن نحاس بأن فيه سوكل شوية في المشاكل الرئيسية اللي بتمر بينا واللي هتبقى بتسكل في كهيلنا بالشهر اللي جاي هتبقى بتفضل أننا نبقى فيه عطلة في نهاية الاسبوع مع أسرتنا بشكل ممتع أكتر بعيد عن كل الأحداث وكل الانفتاحات اللي ممكن تبقى بتزهجنا عقليا ويعاطفيا حتى لو كان فيه تواعق صحي ممكن يبتدي يظهر لينا بس منصحك أنك تحاول تبقى شوية عن الإسراف الزيت في الحاجات التفهة اللي انت مش بتبقى محتاجها حاول تسيب الفلوس لحاجات مهمة أكتر خاصة أنك الفترة الجاية ممكن تتعفى تحتاج مصاريف وانت هتكون صرفتها فيه حاجات ملهاش داعي في الفترة دي فخلي مصاريفك المادية على الحاجات الأهمة ثم المهمة علشان ما تندمش بعد كده وتضطر أنك تستلف من حد تاني عشان تعرف تكمل اشتركوا في القناة